صباح الخير او مساء الخير يا بربي الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت اتغيرت مش اتغيرتي للاسوأ انت اتغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هدية طبعا ما بعبش على الزناني خالص اوكي عشان بس ما حتيجي قولي يعني ايه بتزن من واحدة بتطلب طلبات تتير جدا لخلق اي حاجة بتربى بيها نبدي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنت محجبة قلعت الحجار بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت يتم بحالك فهولو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي امشي تقومي المتغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك وان انت ممسوط جدا ومفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف تالت هروح لطرف تالت مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة ولكن هذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف مش كويس فانا عايزة اسيبه عشان العلاقة كانت ببايزة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما هاجي يمشي تمسك فيه مثلاً ما بقيتش كده بقيت يتمد نفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفياً وإنك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورا عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وأنا هفضل كده لأ طب خلي بالك بقى أنا عندي طرف تاني يالله يا عمس مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده أنت شايفه إزاي بقى بص بقى فيه اختلافات ما بينكوا على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير أنت شايفه أنه هو شخص مش عايز أقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون أدنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة أربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت قلب الصبحة في الثانية في الثانية قلب عليك أنت شايفه شخص إيه ده إيه اللي إيه اللي إيه اللي خليك تعمل ده كله ما أنتش فاهم عشان كده أنت زي ما تكون مش مصدق أنت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة أنت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة أنت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور لو هو قفل عليك أعملك بلوك وكده كله حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف أنه أنت فيه حد مقدم لك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل أنا متقدم لي واحد أم أعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير مشي إنه شخص عميد وما بيقبلش حد يهزمه أصلا أصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله أنا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فأنت شايفه أنه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع للصيان دي خليها رملة لا ومع ذلك هو ما شايفه كان أنت شخص اتغيرت بس هو أعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف ثالث بقى سنرزو ده لو هينطبق عليكم هو شعر أن أنت اتغيرت للطرف الثالث ده مش ليه هو خالص مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارف علي اختلفات دينية ممكن 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 تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني فكرية ممكن تبقوا اتنين من شبهها بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملو بص بقى بص بقى بركز معايا الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرش حتى الان هو حتى الان محتاج بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية هو فيه صراع ما بينكم فاقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتخنقوا حاجة زي كده يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ينيهز الصراع سواء كان ببداية معك او ببداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمر المشي زار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل اوي على فكرة وعندك مشاعر التهيير عايز تتغير حايز تتغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعمل حرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني فيها استقرار فيه اتنين اهم وقفين اهم مبسوطين بس في حاجة جوه العلاقة ديك اتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان في ثوبك الجديد عايز تتغير وده في علام بص ده التمرس مع الميشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر انت عايز ممكن نقول ايه اتعايز تتجوز وتبتلي بدايك دي ده بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى ترتاح تقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفضية دي تشعر انه هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش راضد عليك تب ليه عامل تاني معي كده اول مش طيق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارفة عندك طرف ولا نشوف النصيحة في الاخران شوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك انت عايز تستقر انت عايزة تبقي ام عايزة تتجوزي انا بزبط انت عايزة تتجوزي انا مش بعزة والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده مكنش واضح بالزبط الشخص ده مكنش واضح معك كان فيه غمود من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعب عيال ولا انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في العادية العلاقة فيه طرف السورية الثالث عشان كده مكنش واضح وانت مش فاهمه هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عام عملت اخرج وتيجي اخرج وديجي انا تعبت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تذني حياتك من غيره خالص انت ممكن تغيه تمسحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي نشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواج صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى عالى بقى انا انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا 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 لكن هو هو عايز اخد قرار شخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على المشي ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه خلاص بس يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي يديك شوية مشاعر يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عام عايز ايه انا معرفش عايز ايه انا معرفش عايز ايه وبرج مائي وبرج الدلو وبرج اه برضو ايه هنشوف تاني والسرطان السرطان والطور السرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب بقى ده الغريب اللي انا عارف ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقر الشخص ده ممكن يكون بيل لك بيل لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله علاقة The Star وعلاقة جميلة جدا وتحقيق امنية هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزار يعني انت ممكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل عشان كده مش رضي يرسك على بار انت كل ما تقولوا احنا هناني ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالس انت حقيقة في حياته انت حب وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجة حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده شايف هي كانت امنية بالنسباله هذي العلاقة هو شايف كده دي وجهة نظره انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالضبط زي ما قلتلك في حاجات فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معها لقى اصلا هو ده المعنى الدقيقي يعني وشايف ايه كمان بالضبط انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر على اللي معاه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكميش فيا لو راجل انت متتحكميش فيا ملكش دعوة بيا انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص الحاجة تانية انت بصص الحاجة تانية مش بقولك انت في حد مقدمك عرض انت بصص لشيء تاخد عايز تمشي وترحل من هزلة بقى ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة سلسية اوكي طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي اوه وانت عندك عرض في حد مقدم لك عرض اوكي النصيحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر امشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش هارف انت كمان محتور خد قرار حازم بالرحيل ورحل الى علاقة اخرى بالزبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك ارجع بقى الاصلك والذاتك واقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب شخص ده هيفضل يروح ويجي يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا ماشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لا اكتر ولا قلب الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين هلا هناك عرض اخر اتعايز تنزلي اه 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 اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار توقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بفت خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقولك انت عايز تتجاوز او انت عايزة تتجاوز يعني مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرد تعايز تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزد ده اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقول لها مساء الخير مساء الخير فضل الكوباية يلا انطلق يا برب الحمل انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب الشخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته وكانت نجمة وا 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 ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي العلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة واجع قلب عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برب الحمل مش عايزين ده ده واجع قلب ارحل من واجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برب الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هبت وعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وطرحل من هذا الشخص طرحل منه تماما اوكي خلينا متفقين على كده خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص فيه توأمروح جايلك فيه توأمروح جايلك فيه شخص تاني هيجيلك لكن هذه العلاقة علاقة سلسية وهتكتشف انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب او دخل في علاقة تاني احتمال وارد احتمال وارد يعني مرسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعكتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني دا كارتك راح فين كارتك انا عايزاك تبقى شبه الراجل دا دا كارتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده عشان دا توقع مروحك خد الكرار بقى ورحل من هزي العلاقة يا رب تكون الكراءة عجبتكم الكراءة للمرة الست ومئة